السلام عليكم ازايكم وعملين ايه جينيور سيكس وحشتوني جدا انا اسفة ان انا بقالي فترة منزلتش درس الاكسوجين بس اعذروني والله كان عندي ظروف المهم رجعتلكو بدرس الاكسوجين وهحاول ان شاء الله الفترة اللي جاية ما تأخرش عليكو تاني قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة لو عجبتكم القناة بتاعتي اعملوا سبسكرايب هتلاقوا زرار احمر موجود تحت الفيديو مكتوب عليه سبسكرايب او اشترك او دايرة حمرة موجودة هنا وعملوا لايك وعملوا شير عشان صحابكو يستفيدوا من الفيديوهات بتاعتي والقناة بتاعتنا تكبر اكتر وتشجعوني ان انا اكمل ويلا بينا نبتدي المرة اللي فاتت راجعنا على درس الثرمومتر فانا بقى مش هرجع راجع عليه تاني في اخر الفيديو ان شاء الله هسيب لكم الفيديو بتاع الريفجن وحل اسئلة المواصر هندخل على درس الاكسوجين طبعا احنا عارفين ان الاكسوجين ده جاز من الجازس الكتير اللي حوالينا هنتكلم في اول الدرس على حاجة اسمها الاتموسفير الاتموسفير ده عبارة عن زي كده غلاف محيط بالearth اللي احنا عايشين عليها يعني ده ده الearth اللي هو كوكب الارض ده الearth اللي هو كوكب الارض في حواليها زي cover كده او غلاف اسمه الاتموسفير الاتموسفير ده بيتكون من شوية جازس كده مع بعض بيتكون من جاز النايتروجين وده النسبة بتاعته في الأتموسفير 78% وفيه جاز الأكسوجين وده 21 وفيه الكربون دايوكسايد والووتر فيبر وجاز الثانية بس بنسب صغيرة زي الأرغون والنيون والهيليوم ودول نسبتهم 1% يعني فيه جازز كتير في الأتموسفير أكبر واحد خالص النايتروجين 78 الأكسوجين 21 وبعد كده فيه 1 بس مقسمة الكربون دايوكسايد والووتر فيبر وجاز الثانية صغيرة جدا الأرغون والنيون والهيليوم وكده في الدرس ده بقى هنتكلم على الأكسوجين بس قبل ما نتكلم على الأكسوجين هنعرف أهمية الأتموسفير what is the importance of the atmosphere ايه هي أهمية الأتموسفير؟ ليه ربنا خلق الكافر ده حوالين الأيرث الأتموسفير protect the earth by absorbing ultraviolet radiation coming from the outer space الصن بتطلع طبعا بتطلع دوق من الدوق اللي بتطلعه الصن ده الدوق ده حلوة لينا مفيد طبعا لينا للإنسان وللحيوان وطبعا للبلانت فمفيد لينا بس فيه أشعات ضرة بتطلعها الصن زي مثلا ultraviolet radiation اللي هي الأشعة الفوق بنفسجية ودي تعتبر فيه جزء منها كبير ضار ممكن يضرنا فالأتموسفير ده بيحمينا بأنه هو بيمتص الألتراviolet radiation دي اللي جاية من بره وما بيخليهاش تعدي adjust the temperature of the earth surface بيعادل درجة حرارة الأرث يعني مثلا الأرث دلوقتي الصن قريبة منها فهيبقى درجة الحرارة عالية جدا وحر قوي لكن بوجود الأتموسفير بيخلي درجة الحرارة تعتبر معتادلة على الأرث يبقى أول واحدة protect the earth by absorbing ultraviolet radiation وnumber two adjust the temperature of the earth دول الأهميتين بتوع الأتموسفير طبعا إحنا مش بنسيب حاجة في حالها فحصل air pollutants air pollutants اللي هو pollution اللي حصل في ال air فيه حصلت ملوسات كتير جدا زي ال dust اللي هو التراب وال smoke التدخين طبعا والجازز طبعا اللي طالع من factories والcars والtrain والships كل الحاجات دي بتطلع جازز ضارة جدا بتسبب مشاكل كتير قوي على الأرث يعني وبتسبب إن بيحصل condensation of water vapor وبيتكون الرين والسنو طبعا الرين والسنو بيكونوا ملوسين بسبب التلوس اللي إحنا بنعملوه يبقى يلا بينا نكتب الجزئية دي مع بعض أهو أنا كتبت في النص أكسوجين وبعد كده components of atmosphere في نايتروجين وده نسبته 78 وفي الأكسوجين وده 21 وفي بقى الكاربون دايكسايد اللي هو غاز ثاني أكسيد الكاربون ومعاه الووتر فيبر ومعاه أذر جازز أذر جازز زي إيه زي النيون والهيليم والأرجون كل دول على بعضهم نسبتهم 1 على فكرة الكاربون دايكسايد النسبة بتاعته 0.03 ده النسبة بتاعته انتم متخيلين نسبته صغيرة دايكسايد كلهم على بعض 1 تمام ده كده دي كده مكونات الأتموسفير طيب الأتموسفير بيعمل إيه أول حاجة الأتموسفير بيعملها protect the earth by absorbing ultraviolet radiation اللي هي الأشعة الفقبها نفسي جاية number two adjust the temperature of the earth بيزبط temperature بتاعت الأرث تمام دي الأهميتين بتاعت الأتموسفير وطبعا احنا هنا قلنا نوت صغيرة انا مش هكتبها بقلنا ان احنا في حاجات بنعملها بتلوس الهواء زي الدست السموك والجازس اللي طالع من كل الحاجات دي ممكن تعمل ملوسين طبعا احنا لو احنا جينا تكلمنا عن الأكسوجين بس هنقول ان الأكسوجين نسبته يعني 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 يعتبر خمس الفوليوم بتاع الأتموسفير تمام ده بالنسبة للأكسوجين الأكسوجين بقى بيتكون من ايه اولا الأكسوجين الاختصار بتاعه هيبقى O2 ده كده O2 ده الأكسوجين الأكسوجين بيتكون من ايه atom of oxygen O plus atom of oxygen بتدينا O2 اللي هي الموليكيول بتاع الأكسوجين دي atom زرة أكسوجين مع زرة أكسوجين بتدينا موليكيول O2 يبقى atom Atom زرة و Atom زرة تانية بتدينا موليكيول اللي هو الجزاء وأخذنا الأتم والموليكيول أخذناه في جينير 4 لو تفتكروا يبقى الأكسوجين بيتكون من 2 أكسوجين أتم 2 أكسوجين أتم وبيتكتب O2 يبقى الأكسوجين موجود 21 يعني 5th air volume بنختصره بO2 إيه الأكسوجين دي أتم مع أتم بيدينا موليكيول 1 أتم مع 1 أتم بيدينا موليكيول يبقى هم أصلا 2 أتم أوف أكسوجين أهو زي ما احنا شايفين فوق أتم مع أتم بيدينا موليكيول هم لازئين في بعض ده كده شكل الأكسوجين تمام؟ طب الأكسوجين بقى بنجيبه منين؟ زي ما احنا أخذنا قبل كده أن البلانت بيعمل حاجة اسمها فوتوسينسز بروسز عملية الفوتوسينسز اللي هي عملية البناء الضوي العملية اللي فيها بيعمل أكله بياخد السونلايت وبياخد الووتر وبياخد الكربون ديوكسايد اللي موجود في الأجو وبيعمل عملية الفوتوسينسز وبيطلع لنا أكسوجين وبيطلع لنفسه نيوترينس اللي هي الأكل بتاعه طول ما هو متعرض للشمس وبالنهار بيفضل يعمل عملية الفوتوسينسز دي طول الوقت ويفضل يطلع في الأكسوجين يبقى الغريم بلانت مين سورس أوكسوجين عشان هو بروديوس أوكسوجين ديورين الفوتوسينسز بروسز بيعمل عملية الفوتوسينسز فبيطلع أكسوجين تمام؟ يبقى الفوتوسينسز بروسز بياخد ايه؟ بياخد السونلايت وبياخد الووتر من تحت وبياخد الكاربون ديوكسايد من الجو وبيطلع أكسوجين وبيطلع نيوترونس لنفسه نيوترونس يستفيد بها هو يتغز عليها يبقى السورس بتاعه طبعا الگرين بلانت اهو النبات مش عارفة ايش شجرة المعوقة دي بصراحة الگرين بلانت تيكس بياخد ايه؟ بياخد نمبر ون سونلايت وبياخد نمبر تو كاربون ديوكسايد وبياخد نمبر ثري ووتر ومينرالز مينرالز اللي هي معادن كده مهمة موجودة في السويل اللي هو مزروع فيها وبعد كده بروديوس بيطلع ايه بقى؟ بيطلع اكسوجين وبيطلع نيوترينز اللي هي دي الاكل بتاع البلانت عشان كده طول ما البلانت بيعمل فوتو سينسز هتفضل يبقى الگرين بلانت هكتب بس فوق ان هي دي عملية الفوتو سينسز فوتو سينسز بروسز معلش البتاع الصفحة تقريبا ما كان شبعينا يبقى الگرين بلانت بيعمل عملية الفوتو سينسز بروسز بياخد السونلايت والكاربون ديوكسايد والووتر والمينرال وبيدينا الاكسوجين والنيوترينز دي بياخدها النفسه عشان يكبر يبقى طالما البلانت بيعمل عملية الفوتو سينسز بروسز كده البلانت هيحافظ على نسبة الاكسوجين وبالليل بقى يعني لما السونلايت بتروح بيعمل بقى ريسبايريشا عادي اللي هو بيتنفس عادي جدا يبقى هنا ممكن يجيب لك سؤال جيف ريزن يقول لك ايه ليه نسبة الاكسوجين ثبتة برغم ان احنا بنتنفسه في الريسبايريشن يعني الاكسوجين اللي احنا بنتنفسه في الريسبايريشن في عملية الاحتراق بيرجع تاني كمبنسيتد باي زا جرين بلانت يعني بيتعوض بالجرين بلانت ديرين الفوتو سينسز بروسز بيعوضوا الجرين بلانت في الفوتو سينسز بروسز لو كلمة كمبنسيتد دي صعب عليك ويبقى هنقول بيكوز اكسوجين اكسوجين جاز is produced by green plant in photosenses بروسز اه هو هنا عمل اكتيفتي تجربة عمل اكتيفتي حط هنا كاندل وحط هنا زي كده بتاع كده فيه مية ومية كالرد كمان مية لونها ازرق وحط الكاندل وبعد كده حط كده سيلندر غطى بيها الكاندل بعد فترة ايه اللي حصل لقى شوية مية طالعوا هنا من الكالرد ووتر اللي هو كان حاططها هنا في البيزين طب ايه اللي حصل اللي حصل ان الشمع دي لما جاتت حرقت استهلكت نسبة من الاكسوجين احتاجت نسبة من الاكسوجين عشان عملية الاحتراق فالنسبة دي المية دخلت مكان شوية الاكسوجين اللي الشمع استهلكتهم او اخدتهم النسبة بقى اللي هي تعتبر دي كده 21 of the air volume اللي هي نسبة وجود الاكسوجين في الاتموسفير تمام كده يلا بينا بقى نحضر الاكسوجين ده في المعمل ايه اللي هيحصل هنجيب مادة كيميائية اسمها هايدروجين بيروكسايد هايدروجين بيروكسايد الهايدروجين بيروكسايد ده لما بيتساب بعد فترة كبيرة جدا بيتفكك يبقى ووتر واكسوجين تمام يبقى الهايدروجين بيروكسايد بعد فترة كبيرة اوي اوي بيبقى ووتر واكسوجين فاحنا ممكن نطلع من الهايدروجين بيروكسايد نطلع منه اكسوجين بس احنا هنحط عليه حاجة اسمها منجنيز دايوكسايد المنجنيز دايوكسايد ده هيسرع التحلل بتاعه او التفكك بتاعه هيسرعه فهنحط عليه مانجانيس دايوكسايد as a catalyst catalyst يعني عامل مساعد هيديله مساعدة هيساعده يقول له تعال انت بتاخد وقت كبير عشان تتفك تعال فكك بسرعة ونخلص يبقى الهايدروجين بروكسايد هنحط عليه مانجانيس دايوكسايد هيبقى ووتر واكسوجين وبالطريقة دي احنا هنحضر الاكسوجين بصوا كده شكل التجربة بصوا هو هنا عمل ايه جاب هنا دوة الكونيكل ده حط فيه زي ما احنا شايفين مانجانيس دايوكسايد تحت تمام وجاب هنا دي كده زي يعني التاب دي كده هنا حنافية وحط الهايدروجين بروكسايد وقعد ينقط ينقط ينزل على المانجانيس دايوكسايد فلما ينزل عليه ويتفك ايه اللي حصل نتج ووتر ونتج اكسوجين الاكسوجين عده كده 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 وهو شايفين البابلز بتاعت الاكسوجين دي طلعت البابلز وبقى هنا الاكسوجين موجود فوق في السلندر من فوق يبقى هنحط الهايدروجين بروكسايد على المانجانيس دايوكسايد هيطلع لنا اكسوجين اهو البابلز طبعا الاكسوجين مش بيدوف في المية فهيطلع هو فوق المية ويبقى هو يقول لها انزل انتي تحت انا استحالة قاعد انا تحت انا هخليني انا فوق وانتي تحت يبقى الهايدروجين بروكسايد هنحطه على المانجانيز دايوكسايد عشان يدينا اكسوجين اللي هيعمل هيزيح المية لتحت ويطلع هو فوقيها لان هو مش بيدوب في المية زي ما احنا شايفين كده في شكل التجربة يبقى احنا دلوقتي عايزين نحضر الاكسوجين هنعمل ايه هنجيب مادة اسمها هايدروجين بروكسايد تمام هنحط عليها مانجانيز دايوكسايد هتطلع لنا ووتر بلاس اكسوجين تمام فيه هنا ملاحظة صغيرة نوت صغيرة هنقولها ان المانجانيز دايوكسايد دوا اسمه كاتاليست يعني ايه كاتاليست يعني هو مجرد مادة بس بتساعد في التفاعل لكن مش بيقصر في التفاعل ومن هنا هنطلع بتعريف الكاتاليست تعريف الكاتاليست الكاتاليست اللي هو المانجانيز دايوكسايد دا عبارة عن كيميكال سابستنس يبقى كيميكال سابستنس مادة كيميائية بصوا بلاش كوروباريتز دي خليها ستراكتر هقول لكم لي دلوقتي ان كيميكال رياكشن طبعا انتم شايفين التعريف طويل جدا بصوا كده عشان نرتب افكارنا مين هو الكاتاليست دا المانجانيز دايوكسايد تمام دا بيساعد الهايدروجين بروكسايد ان هو يتفك هو مش بيتغير ولا بيغير في الكمية ولا في شكل كيميكال رياكشن مش بيغير اي حاجة هو بس بيساعده ان هو يتفك بسرعة تعالوا نحفظها بالاغنية بسرعة كيميكال سابستنس كيميكال سابستنس ذات رييمين ذات رييمين without any change without any change in the quantity and structure in chemical reaction in the quantity and structure in chemical reaction كيميكال سابستنس كيميكال سابستن ذات رييمين ذات رييمين مادة كيميائية بتفضل موجودة without any change without any change in the quantity and structure in chemical reaction بتفضل موجودة من غير ما تغير كمية ولا شكل الchemical reaction التفاعل الكيميائي تمام كده بصوا بقى سؤال give reason دا مهم جدا عشان في ناس قالولي ركزيننا على الحاجات المهمة اهو السؤال دا مهم جدا ومهم ان احنا نعرف downward displacement زي ما انا قلتلكو ان الاكسوجين بيزيح المية التحت وهو يطلع فوقيها اكسوجين replace water by downward displacement نحفظ الكلمة دي كويس عشان بتيجي يسألون فيها في الامتحين ليه الاكسوجين بيزيح المية downward displacement اللي هي الازاحة التحت ليه عشان الاكسوجين مش بيدوف المية يبقى because او due to because اكسوجين scarcely اللي هي rarely يعني نادرا او نادرا dissolve in water تمام مش بيدوف المية او نادر الزوابان في المين في هنا شوية نوتس صغيرة بيقول ان الاكسوجين was discovered in China اول لما اكتشفوه اكتشفوه في الصين سنة 800 قبل الميلاد وبعد كده حصلوا rediscovered عاد اكتشافه العالم جوزيف بريستيلي سنة 1774 العالم جوزيف بريستيلي rediscovered it اعاد اكتشافه وبعد كده العالم انتون ليفزيغ سماه اكسوجين تمام سنة 1778 يبقى اكتشفوه في الصين وبعد كده العالم جوزيف بريستيلي اعاد اكتشافه وبعد كده اللي عطاله اسم الاكسوجين انتون ليفزيغ انا هقف النهاردة لحد الجزئية دي وهاراجع عالدرس بسرعة احنا نهاردة اتكلمنا عن components of atmosphere اتموسفير اللي هو اصلا mixture of gases خليط من الجازس موجود فيه nitrogen 78 الاكسوجين 21 وفيه شوية جازس كده 1 carbon dioxide water vapor neon helium وارغون تمام ده الاتموسفير mixture of gases خليط من الجازس مع بعضها ايه اهمية الاتموسفير حاكتين protect the earth by absorbing ultraviolet radiation بيحمي الارث بأنه يمتص الالترا violet radiation adjust the temperature of the earth بيضبط درجة حرارة الارث الاكسوجين اهو الاختصار بتاعه والرمز بتاعه O2 atom atom two atoms of oxygen بيكونوا molecule اهو source of oxygen green plant الplant النبات الاخضر لما بيعمل عملية photosynthesis بياخد sun light الكربون دايوكسايد والووتر وبيطلع علينا الاكسوجين والنيوترانس لنفسه الاكسوجين عشان كده نثبته fixed او stable ازاي نعمل الاكسوجين او نحضره بنجيب مادة اسمها hydrogen broxide نحط عليها manganese دايوكسايد ها تدينا water واكسوجين المانجانيز دايوكسايد دي بس مادة بتسرع التفاعل catalyst ايه هو تعريف catalyst chemical substance chemical substance that remain without any change without any change in the quantity and the structure of chemical reaction of chemical reaction تمام دايوكسايد طيب ليه بقى الاكسوجين بيزيح الماء التحت او downward displacement لانه هو مش بيدوف فيها اصلا يبقى الاكسوجين scarcely dissolve in water تمام انا هقفل حد كده النهاردة ان شاء الله الفيديو اللي جاي هكمل بقية الدرس هراجع برضو على ده بسرعة واكمل بقية الدرس لو عجبكم شرحي اعملوا لي like عشان تشجعوني واعملوا شير عشان صاحبنا يستفيدوا كمان اعملوا subscribe للقناة هتلاقوه زرار احمر موجود تحت الفيديو واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي السلام عليكم